اهلا بكم ومرحب الموضوع السكر عالي الصبح طبعا كتير جدا بيشتكوا من حكاية السكر عالي الصبح والدكاترم بيحتروا مع المرضى والمرضى بيعانوا ويصحى الصبح يلاقي السكر بتاعه عالي بشكل غريب وطول اليوم ممكن يبقى مظبوط وكنا اتكلمنا كتير عن الموضوع ده لكن في اسئلة تانية كتير جات لي ممكن الناس ما سمعوش الفيديوهات القديمة لكن الموضوع كله بيتلخص ان ساعتك بس نسحى الصبح فترة الفجر الساعة اتنين اه ام او لتلاتة ام اللي هو من اتنين لتلاتة الفجر اه نعمل تحليل نعمل تحليل اه طبعا اه وده بيفسر هو الصبح فيه ظاهرتين معروفين جدا اه ظاهرة بيسموها فترة الفجر وظاهرة اسمها سمو جايد على اه نسبة الى العالم العالم اللي اكتشفها الهانجري اللي هو العالم المجري اللي اكتشف الظاهرة دي اه طبعا لو احنا لقينا السكر اه صايم الفترة التلاتة الخمسة التلاتة الاتنين لتلاتة ام دون اه عالي طبعا ده هيفرق لنا ما بين الطريقة اللي احنا هنعالج بها علشان كده لابد ان احنا نعمل تحليل لمدة كزا يوم نكتب كده في ورقة ونديها للدكتور انا صحيت من يوم السبت لغاية مثلا الخميس وارح للدكتور اه يوم السبت اوري له التحليل اه طبعا لو السكر عالي اه ده اه فترة الفجر ده بيعني للدكتور شيء ولو السكر واطي بيعني للدكتور حاجة تاني وهي بتختلف في بتاعة العلاج يعني احنا مسلا لو احنا قررنا ان احنا نعالج المرض اه بشكل معين هنقرر بسبب التحليل اللي احنا بنعمله اه للمريض بمعنى اه تاني لو احنا قلنا ان المريض مثلا اه بياخد علاج اه الصبح اه بطريقة معينة وبياخد علاج بالليل بطريقة معينة هنعمل موديفكيشن في طريقة العلاج هنغير العلاج من الصبح نخليه بالليل وكده الانسولين القاعدي هنزود الجرعات بتاعة الانسولين القاعدي او هنقلل او هنغير الوقت ده مهم جدا عشان السكر يفضل اه منتظم الصبح اه طبعا لو السكر الساعة ثلاثة الفجر اه قليل ده اسمه اللي هو النسبة الى العالم اللي اكتشف الموضوع او ازا كان السكر في الوقت ده اه نورمل طبيعي او اه او ان هو مثلا اه عالي ده اللي هو المنطقة الفجر اللي بيحصل فيها ان الانسولين بيقل في الفترة دي علاجها لازم هنتجنب الكربوهيدريت فترة الليل ما يكلش العيان او المريض السكر ما يكلش كربوهيدريت فترة الليل ولا فترة حتى الصبح واحنا قلنا الصبح بالذات فيه انتولرانس فيه حساسية لمريض السكر من الكربوهيدريت والنشويات فيفضل ان انت ما تخدش كربوهيدريت والنشويات فترة دي اه تاني حاجة هنزبط جرعة الانسولين هنزبط جرعة الانسولين اللي انت بتاخدها طيب اه ممكن تنقل كمان لادوية تانية اه مختلفة يعني هنغير نمط الادوية اللي انت بتاخدها يعني ممكن فيه ادوية ما بتشتغلش بالكفاءة المعينة وفيه ادوية معينة بتشتغل بطريقة معينة كل ده الدكتور اللي هيحدده لك طبعا تغيير الدواء ده حتى فيه في اوروبا حاجة اسمها الكورونوثرابي يعني انت تقدر ازاي الدواء يعني انا ما باجي اكتب مثلا وصفة للمريض اه رشتة بتاعته وباكتب له المعاد انا عايز مثلا الدواء الضغط الكونكور مثلا الساعة سبعة المغرب ليه لان انا معظم امراض مثلا القلب بتحصل فترة الفجر الجلطات والحاجات دي كلها فلازم يبقى سيطرة الضغط في الفترة دي بالذات اكبر ما يمكن فعشان كده لابد ان احنا نختار معاد العلاج اه في بعض الناس النوع الاول ممكن بيستخدموا الانسلين بامبو الحاجات دي كلها دي برضو من ضمن الحاجات علشان كده يا جماعة ارجوكم الهرمونات الجسم جسمنا زكي جدا فلما بيحصل اي هبوط ربنا سبحانه وتعالى عمل حاجة اسمها يعني التعويض على طول شوف وانت قاعد ما بتفكرش ربنا سبحانه وتعالى بيلهم الجسم والجسم بيفكر ودي نعمة من ربنا انك انت مجرد ان يحصل هبوط للسكر وانت مش حاسس انت دايما طبعا انت كمريض سكر بتبقى ده طبيعي طبعا بيحصل في الانسان الطبيعي الانسلين بيطلع يحرق السكر الزايد اللي هو عوض الهبوط اللي حصل وبيتحلل الموضوع لكن انت عشان مريض سكر فبتعاني من الموضوع بيتهيقلك ان ده اه حاجة صعبة لكن هو في يعني في الاصل دي حاجة ربنا خلقها عشان تعوض المشاكل اللي ممكن تحصل نتيجة اه هبوط السكر اللي حصل ده تخيل انت لو ما حصلش والسكر هبط اه ايه اللي هيحصل لكن طبعا عشان الموضوع يستمر والسكر يفضل عالي فترة طويلة اه ده في حد ذاته اه شيء مش كويس هيرفع السكر التراكمي وهيقدي الى المضاعفات فعلشان احنا ما نعملش او ما نقعش في الفخ ده قلنا الطريقة ان احنا هنحلل سكر لمدة اسبوع مسلا الساعة اثنين لتلاتة نسحى الساعة اثنين الفجر لتلاتة الفترة دي نحلل فيها السكر وقلنا لو هو السكر طبعا نسجل يعني الافضل طبعا نودي الاراية دي للدكتور المتخصص اللي بيعالجك وهو هيزبط الامور زي ما قلتلكو اه بالزبط فعشان كده اه لو ساعتك عندك ظهور يعني ظهرت ان السكر بيبقى عالي وانت بتاخد علاج فارجوك بس اسبوع هنتعف فيه شوية هنسحى الفجر نعمل التحليل وانحدد بعدها الطريقة اللي انت هتنظم بيها حياتك وهتزبط بيها السكر اه في فترة الصباح اه اشكركم وتحياتي لكم جميعا وفي انتظار اسئلتكم شكرا